اشتركوا في القناة الشهرية لدى النساء الذين يعانون من عدم انتظام دورة الطنفة والجرير بالذكر أن منقوع اكليل والجبل لا ينشط الرحم مسببا زيادة في معدل النزيف في هذه الفترة وذلك على عكس تأثير القرفة اكليل والجبل لا يستخدم فقط كمنقوع لكن يوجد أيضا على هيئة زيت يأتم به تدليك موضع الألم والتي تأتي مع الدورة الشهرية حيث له مفعول قوي للتخلص من الألم فوائد اكليل والجبل للحوامل يستخدم اكليل والجبل في الحالة الطازجة أو قد يستخدم مجففة كما يتواجد في بعض الحالات على هيئة بودرة والجرير بالذكر والجرير بالذكر أن هذه العشبة تتميز بأنها غنية بالفيتامينات والمعايد وكذلك مضبات الأكسل ويتساءل العديد من النساء عن فوائد اكليل والجبل للنساء الحوامل أو المقبلين على الحملة كونه من الأعشاب الغنية بالفيتامينات فهو يمتلك العديد من المميزات لكن يجب استشارة الطبيب أولا وذلك لأن فترة الحملة لدى النساء مرحلة مهمة وحساسة جدا ومن فوائد الحامل ما يلي يساعد بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية لدى النساء الحوامل أو المقبلين على الحمل كما يساعد في تقليل التوتر والقلق وكذلك الاكتئاب المصاحب لهذه الفترة مفيد جدا للأفراد الذين يعانون من نزلات البرب يساعد في التخلص من الصداع وألام العضلات بشكل عام يساعد بشكل كبير على تعزيز مناعة الجسم من خلال زيارة عدد كريات الدم البيضاء بالدم يقمن العديد من الأمراض الخطيرة وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسادة يستخدم كمطاهر عام للمعدة من السمون كذلك يستهم في التخلص من حالات عسري الهضم والإمساك يحسن من عمل الجهاز الهضمي بشكل كبير فوائد وكليل الجبل العام للصحة الجسم يحتوي إكليل الجبل أو المعروف بالرزامير بالعديد من الفوائل منها ما قثب تفاعليته بالفعل ومنها لا يوجد عليها أدلة كافية تفد فاعليته فيتم تقسيم فوائد إكليل الجبل على حسب درجة كفاءتها إلى قام بعض المختصين بإجراء بعض الأبحاث على ما يقارب من ثمانين فرد قاموا بالفعل بشرب إكليل الجبل لفترة مناسبة لاحظوا تحسن الوظائف المتعلقة بالإدراك وذلك مقارنة بالآخرين من الذين لم يشربوا من قوع إكليل الجبل التقليل من التهابات المفاصل ينتج مرض إلتهاب المفاصل نتيجة مرض منعية يصيب منطقة المفاصل وقد تم تجربة الزيوت العطرية الخاصة بإكليل الجبل على فؤرون التجارب مما ثبت فعليته في التخلص من الإلتهابات التي تحدث في المفاصل يحسن مستوضات الدم يعين بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم وقد تم تأكيد أنه عند تناول منقوع إكليل الجبل ثلاث مرات يوميا يعمل على ضبط مستوضات الدم بشكل كبير والجدير بالذكر أن هذا التأثير لا يدوم طويلا وذلك لأنه عند الامتناع عن تناول إكليل الجبل يعود وانخفاض ضغط الدم مرة أخرى التقليل من مشاكل عسري الهضم تساهم عشبته إكليل الجبل بشكل كبير في التخلص من مشاكل عسري الهضم والمشاكل المصاحبة للمعدة ويرجع ذلك لقدرتها على التخلص من الغازي تقليل إضطرابات الكلة يؤدي مرض السكرية في الكثير من الأحيان إلى الإصابة ببعض الإضطرابات في الكلة والذي يزيد من معدل البوريتينا في البول وقد أوضحت الدراسات أن تناول بعض الأدوية المحتوية على إكليل الجبل وبعض الأعشاب الأخرى يساعد بشكل كبير على تقليل نسبة إضطرابات الكلة وذلك بالتزامن مع المواظب على الأدوية الخاصة بالسكرية أضرار إكليل الجبل احتواء الأعشاب النباتية على العديد من الفوائد لا يلغي وجود بعض الأضرار إذا تم تناولها بشكل مفرد حيث أن يتناول الأعشاب دون تقييد ودون الرجوع إلى الطبيب قد يسبب في بعض الأحيان وخاصة للنساء الحوامي آثار جانبية غير مرهوبة درجة أمان إكليل الجبل لا يعتبر إكليل الجبل آمن تماما عند استهلاكه بكميات كبيرة أثناء اليوم سواء كان في الطعام أو على هيئة منقوع بالأعشاب سواء كان في الطعام أو على هيئة منقوع الأعشاب ويعتبر إكليل الجبل آمن عند استخدامه بمعدل ستة جرامات يوميا ولكن إن زالت الجرعة عن ذلك أو تم الإفراط في تناول زيت الرزمير غير المخفف تحدث الأعراض الآتية حدوث نزيف في الرحم ينتج عنه حدوث الإجهاض إذا كانت المرأة حامل احمر الجلد الناتج عن زيادة التحسس من الشمس حدوث تهيوجات في الكلة الحالات التي يحذر عليها استخدام إكليل الجبل الأفراد الذين يعانون من التشنجات العصبية حيث يؤدي إكليل الجبل إلى زيادة معدل هذه التشنجات لذا من الضارية إبعاد الأشخاص الذين يعانون منها من تناول إكليل الجبل على أي شكل الأفراد الذين يعانون من الطلبات في الدم من الممكن أن يكون إكليل الجبل من الممكن أن يكون إكليل الجبل بزيادة خطر الإصابة بالنزيف أو حدوث كدمات على مناطق متفرقة الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد الإسبريل حيث يحتوي إكليل الجبل على مكون قد يسبب الحساسية عند استخدامه مع الإسبريل في النهاية متابعين الكرون عند استخدام أي عشبة أو وصفة يجب علينا استشارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمان لكي لا تتدخل أي من هذه العشبة أو الوصفة مع أي دواء أخر